اجيك من البيت ادم الوجهك وهو ادم الوجهك هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين وخير مبسوطين اشتركوا بمقطع جديد طبعا في مقطع اليوم راح نستكمل سلسلة ايش راح يصير لو وحلقتنا راح تكون ايش راح يصير لو ارثر مورغن راح لتوماس داونز وهو لابس قناع عشان يقدر يتفادى مرض السل وايضا في مقطع اليوم راح نشوف كيف تخلي احد افراد العصابة حارسك الشخصي وكيف تخليه يلاحقك في جميع الاماكن قبل ما نبدل في المقطع يا لهبيين باقي لنا سبعمية مشترك فقط على التسعين الف فاتمنى كل شخص جديد انه يشترك في القناة ويفعل جرس التنبيهات عشان يوصلوا كل شي جديد عن القناة فيلا نخش في المقطع طيب زي ما تعرفون ليوبولد ستراوس راح يرسل ارثر مورغن عشان يجمع الديون اللي على الناس المسكينة واحد هذولة الناس هو توماس داونز وعائلته ارثر مورغن راح يقابل توماس داونز في مزرعته هو في حاله وهو قاعد يشتغل ورح يصير التالي طبعاً هذا هو الوضع الطبيعي بدون اي قناة انت اخذت الوضع مني صديقي هاري ستراوس انت اخذته انت اخذت الوضع انه يريد ان اخذت ما لا يفهم اين اخذت الوضع؟ لا انا اخذها احضر المكان اننا اخذت الوضع اذا احضر لك احضر لك احضر لك او شيء اننا اخذت الوضع انت اخذت الوضع هل هذا مقابل؟ توماس ماذا تبحث عنه؟ توماس اخذت ما تبحث عنه اخذت اخذي لا اخذت اخذ اذا انا افعله اذا انا اخذت مزيد كما اخذت اننا اخذت اخذت الوضع اخذنا الوضع اخذت الى احد الامراض اللي تنتقل عبر الهواء يعني اذا الشخص المصاب بالسل عطس او تنفس او تكلم او صرخ فبكتيريا ومرض السل رح ينتشر في الهواء المحيط فاذا انت كنت في نفس المحيط رح تصاب بمرض السل ايضا فسؤالنا ايش رح يصير لو جينا لتوماس داونز بقناع عشان نقدر نتفاد المرض وما نستنشق نفس الهواء المصاب بالسل اولا لو حاولت انك تجي لتوماس داونز بالبندانا او هذا القناع زي ما تشوفون بمجرد ما تقرب من توماس داونز ارثر مورغين على طول رح يشيل القناع ورح يحطه في جيبه وابدا ابدا ما رح تقدر تركبه من اول جديد وتحط القناع مرة اخرى الخيار او خيار انك تحط القناع رح يكون مختفي تماما زي ما تشوفون طيب في احد الاشخاص قدر بطريقة ما انه يخش لتوماس داونز ويبدأ القصة معاه وهو بالقناع وهذا هو المطلوب شوفوا اش صار موسيقى 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 كمسي موسيقى إذا كنا لقد قلت لديك أكثر كما قلت لقد قلت لدينا نظرنا 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 موسيقى موسيقى زي ما شفتوا قابلنا توماس داونز وحنا لابسين القناع وعمليا وفعليا وواقعيا وحقيقة المفروض انه ارثر مورغين ما يصاب بمرض السل وانه ارثر مورغين ما يجيه هذا المرض لانه زي ما شفنا ارثر قابل توماس داونز هو لابس القناع وحامي نفسه من استنشاق الهواء المصاب بالسل لكن للأسف انه ما في اي كاتسين او لقطة سرية فيها ارثر مورغين يتفاد المرض او حاجة زي كذا يعني انت حتى لو انك لابس القناع ارثر مورغين رح يصاب بمرض السل يعني روكستار عملت جميع حساباتها وضعت جميع الاحتمالات الممكنة وفعلا نجحت في هذا الشي ارثر مورغين لازم ولازم 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 يصاب بمرض السل طيب بالنسبة لموضوعا الثاني رح يكون كيف تاخذ خفير سكويلا معاك وتخلي حارسك الشخصي ويروح معاك جميع الاماكن على فكرة موضوع المساعد والكمبانيين والفالور كانت موجودة في ردد رديمشين تو لكن تم حثفها من اللعبة يعني من المفترض انه انت يا ارثر مورغين تقدر تكلم احد افراد العصابة وتخليه يجي معاك في ترحالك ورحلاتك وحروبك واستكشافاتك وزي كذا لكن للأسف هذا الشيء تم حثفه من اللعبة لكن في حركة سهلة جدا رح تخليك تاخذ معاك خفير سكويلا او تشارلز اسميث والطريقة كالتالي في الشابتر الثاني وتحديدا في مهمة money lending in other sense خفير و تشارلز رح يكونون في البار اللي عليك انك تقرب من البار لحد ما الدائرة الصفرة الكبيرة تصير دائرة صغيرة في الخريطة زي ما تشوفون الان ازبن على هذا الجدار بعدها افتح الباب واطلق النار على اللي في الداخل زي ما تشوفون وبسبب اطلاق النار هذا رح تجيك الشرطة ورح يجيك wanted level الان رح تقابل الشرطة ورح تقاتلهم ورح ترد الفعل وبعدها على طول رح تلاحظ يا خفير سكويلا او تشارلز سميث رح يلاحقك ويدافع عنك ويقاتل معاك ورح تكون علامة بيضة في الخريطة زي ما تشوفون بالنسبة لي انا صراحة خفير سكويلا هو اللي دافع عني واصبح معايا وصار صديقي وحارسي الشخصي طبعا الشيء الجميل انهم فعلا يساعدونك لو ركبت على حصان هم رح يدورون حصان معين وراح يركبونه عشان يلحقونك لو خشيت مضاربة على طول رح يفزعونك ورح يتضاربون معاك اذا خشيت قتال مع الشرطة او مع العصابة هم رح يساعدونك ويدافعون عنك مرح يساعدونك ويدافعونك لديك مشكلفاً لديك حمي لديك مجدد مجددا حسنا اقيدا 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 اميدا صراحة شي جدا جدا جميل انك تستكشف العالم ويعني تروح رحلات غريبة ومعاك احد افراد العصابة يساعدك شي جميل جدا فيا لهبيين حاولوا بقدر الامكان انكم تجربونها لانها صراحة تستاهل التجربة طيب هذا هو مقطعنا لليوم واعتذر عن القطعة اللي صارت في الخمسة الايام اللي راحت ظروف معينة ورح تعرفونها في الايام القادمة طيب شاركونا اراءكم في خانة التعليقات عن المقطع بشكل عام وهل حاولتوا انكم تنقذون ارثر مورغين من السل او لا طيب بكذا وصلنا معاكم لانهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك اللي يجيكم هدى الان ادمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة